وبما أنك أنت بتثري المحتوي العلمي معناته ببساطة شديدة المحتوي العلمي هذا ما هو موجود فالطريق أصلاً مفروض يكون صعب مفروض يكون مجهود مفروض يكون ما هو معبد وظيفتك أنت في الحياة أنك تعبد هذا الطريق وظيفتك أنك توصلي هناك أهلا وسهلاً دكتور حسام زواوي أستاذ مساعد بالعلوم وعالم وباحث متخصص في الأحياء الدقيقة والأمراض الماضية أهلا بك ركاد بداية دكتور كيف حالك اليوم؟ أهلا الحمد لله بسعادة كيف حالك أنت ركاد؟ الحمد لله توان إن شاء الله دكتور كيف بدأ اهتمامك بالأحياء؟ اهتمامك بالأحياء بدأ من سن صغير جداً وأنا كنت طفل واحد من أهم الهدايا التي أعطاني هي الوالد كانت مايكروسكوب ومن استخدام هذا مايكروسكوب طلعت على الكائنات المجهرية التي نرى مجردها من هنا بدأ اهتمامك بالأحياء من شغف الطفولة بعدها طبعاً درست الأحياء البكالوريوس وتخصصت في مايكروبيولوجيا طيب دكتور خلال مسئولاتك العلمية كان اهتمامك بالبداية بالأحياء المجهرية صحيح ضم ما صار اهتمامك بالبكتيريا المقاومة لمضادات أو كما تسمونها البكتيريا الخارقة صحيح ماذا تغير عندك هذا الاهتمام؟ هذا الاهتمام يعني بصراحة بعد ما لمست الجانب الإنساني أكثر والأثر اللي تقوم بين مايكروبات الممرضة للإنسان ركاد من أهم التحديات ومن أهم العوامل التي تهدت صحة الإنسان على مدار التاريخ كانت ولا زالت الأمراض المؤدية الميكروبات لها أثر كبير جداً في تغيير حياة البشر هذا هو الشاهد ناول المسناب بشكل كبير من خلال وباء كورونا من أهم الكتب اللي صراحة ساعدتني أني أنا أفهم هذا الموضوع وهذا الأثر بشكل جذري صراحة وأثر كثيراً على فهمي كان قراءتي لكتاب اسمه 12 مرض غيرت حياتنا قرأت الكتاب من عام 2009 وقرأته بدون مبالغة أكثر من 5 أو 6 مرات لأنه رهيب بشكل جداً يحاول يبرز الجانب الإنساني للميكروبات وكيف أثرت على تغيير المجتمعات وسببة كوارث بشكل كبير من الأثر بعضها مثلاً كان زي أثر الفطر اللي حاجم زراعة البطاطس في إيرلندا وكيف أسبب مجاعة الملاري وكيف سببت ولازات كثير من الوفيات في العالم الطاعور وكيف قتل ملايين البشر في أوروبا وغيرها يعني قصص لما تقرأيها وتعرف كيف الميكروبات أثرت في حياة الشعوب طبعاً هذا الكلام قبل ما نعيشها الوباء طبعاً اليوم بعد ما عيشنا الوباء وشوفنا كيف حياتها تأثرت بشكل كبير جداً بسبب فيروس صغير ما نقدر نشوف بالعالم مجردة هذا زاد عندي الاهتمام طبعاً زاد عندي الاهتمام بشكل أكبر لما بديت أتعامل بشكل مباشر مع الميكروبات ومع المرضى المتأثرين منهم من خلال العملي كنفكشن كنترول براكتيشنر في بداية هذه من أوائل المحنة التي اشتغلتها وفي نفس الوقت اشتغلت كخصائي مختبر فشفت الجارب الميكروبي داريكتلي في المختبر للميكروبات وفي نفس الوقت اشتغلت الأثر الذي تقوم بالميكروبات على المرضى وانتشارها في المستشفيات وتسبب مستشفيات وانتشار كبير فهذا لمس الجانب الإنساني عندي وراني أنه الأثر الذي تقوم بالميكروبات على صحة البشر فاهتمامي بالأحياء والميكروبات أعتقد تم توجيهه أكثر من خلال ممارستي للعمل الإكليمي سؤال دقائق طيب متى نشأت هذا البكتيريا الخارقة هل هي قابل للعلاج أم لا؟ سؤال مهم متى نشأت البكتيريا الخارقة السؤال ما نقدر نجاوبه لأنه أنا أعتقد شخصيا أنه الميكروبات دمها موجودة في بيئة متعايشة فيها مع بعض يسموها بولي مايكروبيال إيكو سيستم يعني إيش بولي مايكروبيال إيكو بيئة فيها مايكروبات كثيرة متعايشة مع بعض لكي تقدر تتعايش مع بعض لازم يكون في مواد كيميائية تفرزها بمايكروبات بحيث أنها تحد من مايكروبات الأخرى تسيطر عليها لكي كل بكتيريا أو مايكروب سواء كان بكتيريا أو فطرة أو مايكروب يفرز مواد معينة تخلي البكتير الثانية في محلها لا شرط خامله لا شرط خامله ولكن كل واحد عنده حدود بعضها تعيش مع بعض وفي بعض الآخر لا لها حدود والحدود هذه هي تنشأ بسبب إنتاج المضادات الحيوية فداما المضادات الحيوية موجودة بهذا الانطلق لأن أكيد الميكروبات طورت من نفسها وذلك مثبت علميا من خلال دراستنا لبعض الميكروبات القديمة التي تم عزلها قبل إنتاج المضادات الحيوية بشكل تجاري وصناعي ولكن من أوائل الاستشهادات الإنسانية هي رسالة قالها البروفيسور لوي باستير أفوان أسف أليكساندر فلمينج أليكساندر فلمينج هو المستكشف لعقار البنسلين أو مضاد الحيو البنسلين الذي عزلوا عن طريق الصدفة القصة اللطيفة كانت بسرعة بحاول يعزل بكتيريا كانت بكتيريا وخلق الأطباق لديه في المختبر وفتح الشباك وذهب إلى إجازة لمدة كم يوم وعندما رجع لديه الطبق الذي يوجده على ستافل كوكوس أوريس عليه عفن هذا العفن الذي نعرفه اليوم باسم الفطر اسمه وعندما رجع الفطر على الطبق لم يظهر على كل الطبق هناك أماكن معينة قتلت فيها البكتيريا محلما الفطر هذا نمى وسبب زونز فهذا كان إثبات له أنه فيه شيء يفرز من هذا الفطر قتل البكتيريا الموجودة على الطبق ومن هنا بدأت قصة عزل البنسلين وإكتشاف البنسلين ثم إنتاجه بشكل تجاري خلال استلام إجازة نوبل قال مقولا ما استحضرها الآن بشكل نصي ولكن محتواها أنه مداما المضادات الحوية سنستخدمها البكتيريا أكيد ستطور من نفسه وتصبح مقاومة لها وهو الطالنس حقيقي نعم هو اللي قاله خلال استلامه للجائزة نوبل وأخيرا يسموها الانوغروجيشن أو خلال استلامه للجائزة وتكريمه يعطي محاضرة وفي المحاضرة في التوك قال ذكر الكلمة قال شهدنا مايكروبات طورت من نفسها في المختبر بسبب استخدام المضادة الحيوية وهذا أكيد سيحصل مع الإنسان من خلال استخدام المضادة الحيوية فهذه كانت شهادة من مستكشف المضادات الحيوية لمايكروبات شهدها عنده في المختبر وفعلا اليوم نرى بشكل كثير وطبيعي للأسف الشديد تأثر كثيرا في حياة المرضى لأنه اعتمادنا اليوم أصبح كبير جدا مع تطور الطبعا المضادة الحيوية صحيح خلال بلوتكاست ثمانيا ذكرت أن الدكتير الخارقة لها علاقة بزراعة الأعضاء ممكن لنا تسهد هذا الموضع طبعا ليس بزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء علاج أمراض كثيرة تعتمد المضادات الحيوية لأن واحدة من أهم الأشياء مثلا ممكن يسموها بروفلاكتك أنتبيوتك أنتبيوتك ممكن يأخذ قبل العملية بحيث أنه يحد من ظهور العدوى التي قد تنتج بسبب سوانا العملية بشكل عام فأكيد لأن المضادة الحيوية مهم في هذا الحال طيب كباحث ما هو دور الباحث بصفة عامة دور الباحث هو إثراء المحتوى العلمي إثراء المحتوى العلمي في مجال معين يحاول إجابة على أسئلة علمية لم تتمت مجاوبة عليها في السابق أو قد تحتاج إجابة أكثر أو أعمق أو إجابة في الوقت الحالي ممكن أن يكون هناك سؤال معين تم إجابته قبل عشر سنوات مثلا ولكن أنا الأواني نرجع أن نعيدها لأجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي بصفة عامة وظيفة الباحث هو إثراء المحتوى العلمي طيب دكتور مخال مسيرتك العلمية حصتك عدة جوائز لا نكتبك لنا بعضا منها واحدة صراحة من أكثر الجوائز القريبة لقلبي كانت جائزة روليكس للمشاريات طموحة هي جائزة تقوم بها شركة روليكس المعروفة للساعات ولكن هذا الجزء يدعم فيه أبحاث لها علاقة بالصحة بالعلوم بالثقافة والتاريخ وأبحاث الاستكشاف وأجمع ما في الجائزة هذا أنه تجمع أفراد من جميع الطائفة المجتمع سواء كانوا مستكشفين أو علماء ناس عندهم شغف بالتاريخ والثقافة وتعطي غالباً كل سنتين خمس جوائز على مستوى العالم والحمد الله في خانم عامل 2014 تم تكريره بهذه الجائزة الحمد الله من خلال تجربة فيلم الكهف ما هي تجربتك في استكشاف الميكروبات؟ ما فيلم الكهف ما كان له علاقة باستكشاف الميكروبات ولكن رحلاتنا العلمية للكهوف ساهمت في استكشاف بعض المعلومات المهمة بس خلنا نتكلم عن الفيلم الكهف بشكل سريع بصراحة من أهم الأشياء اللي نامست كثير من شغفي ودعمت كثير من حب الاستكشاف هي الوثائقيات اللي نتفرج عليها على ناتفليكس هي الوثائقيات اللي قوم بيها الوثائقيات اللي نتفرج مثل الوثائقيات اللي نتفرج مثل الوثائقيات كل هذه الوثائقيات كانت صراحة ملهمة لي بشكل كبير على مسيرتي من طفولتي إلى اليوم وإلى اليوم أنا استمد الإلهام من مشاهدة الوثائقيات بهذا الشكل لأنه فيها جزء مهم جداً هي استخدام فن توصيل المعلومة وفي نفس الوقت يدعمه بجانب إثارة زائد لا يكون ممن للمشاهد جداً وفن إبراز جوانب جمالية وفنية كلها تنحط مع بعض وتوصلها للمشاهد ولكن برضو ما هي فكرة أنه يختلق فكرة فكرة الوثائقيات هي تعرض الفكرة الموجودة حالياً فالوثائقي هي وسيلة لتوصيل المعلومة وصراحة بسبب هذا الاستلهام كنت أريد أن يجري أن يكون لدي تجربة في إنتاج وثائقي في هذا الشكل والحمد لله توفقنا مع في المدكة أكثر شيء استفدت من خلال هذه التجربة؟ شيء أضاف لك؟ أعتقد أن أعزز إيماني بأهمية التواصل العلمي من خلال الأفلام أعتقد أن هناك ضعف كبير على مستوى العالم وليس فقط في العالم العربي طيب دكتور أكد خلال مرحلتك العلمية الطويلة مريت بمرحلة حسيت أنه أنا أريد أن أوقف ما كانت الدافئة لأخلاك تكمي؟ بكل أمانة هذا الدافئة هذا النقطة مفروض أنها لا تكون وجودة لأنه دامك أعرف أنك أنت الآن ما أخذ في طريق الأبحاث بسرعة هي الأبحاث أنت تبحث عن معلومة معينة أو تبحث عن استكشاف معين فأنت عارف أصلا أنك أنت داخلة على الأنور للمجهول وبما أنك أنت بتثري المحتوي العلمي معناته ببساطة شديدة المحتوي العلمي هذا لم يوجد فالطريق أصلا مفروض يكون صعب مفروض يكون مجهول مفروض يكون ما هو معبد وظيفتك أنت في الحياة أنك تعبد هذا الطريق وظيفتك أنك توصل هناك فإذا كان سهل الطريق الطبيعي أنك أنت ماشي للطريق الغلط فلازم يكون طريق غير معبد مجهول صعب يجب أن تتابع عشان توصل وهذا الطريق إذا كان بهذا الشكل هذا يثبت أكثر أنه فكرة أنه التوقف وأنك تقولي خلاص ما أريد أن أكمل ما هو خيار دائمك أنت مهاشي في هذا الطريق فما تخيل أنه موجود طيب فيد عن الجانب الأكاديمي كيف تقضي وقت فرعك يعني أشياء هواياتك أنا أحاول أن أكون أكتف أو نشيط جسدياً فزيكلي أكتف وأهم الهواية الطراحة التي أحبها وربيت عليها من سن صغير جداً ركوب الخيل ومؤخراً يعني في آخر عشر سنوات تقريباً وجهت هذه الرياضة لإستخدامها في رياضة البولو متى بدأتم فيها؟ ومش السابق خلاك تهتم جامعة البولو؟ ما خلاني هي مللي من ركوب الخيل بالشكل الطبيعي أنا لا أتذكر متى بدأت أركب خيل بكل أمانة أنا ربيت على ركوب الخيل ولا أعرف متى أول مرة بدأت أركب خيل أنا أعتقد من سن ثلاثة وأربع سنوات ومن هناك بدأت التعلم وصلت لمرحلة خلاص قفلت على هذه الرياضة لا أعرف ما يفعل بها أكثر بشكل أفضل جربت بعض الرياضات مثلاً قفض الحواجز لقيتها ممتازة جداً لكن ما هي ما هو شاطفين البولو فيها شي جميل أنها هي رياضة جماعية وهي قد تكون من الرياضات القليلة في الفروسية التي هي جماعية غالباً فروسية وطبعاً قديمة جداً رياضة أريقة وقديمة فعلاً عمرها آلاف السنين بس من أهم الأشياء صراحة أن تلعب ذلك أن فريق كرة قدم عندك فريق فيها تيمورك لعب جماعي وفي نفس الوقت تقضي جانباً الفروسية عندي وترضي هذا الشغف فهي مميزة من هذا الناحية بدأت تقريباً من 10 سنوات أو 11 سنوات طيب دكتور كطالب أمامك وكثير طلاب خلف الكامير توجه لنا الرسالة والله يا ركاد أنا صراحي أهم رسالة أود أحفز كثير من طلابي عليها هي استغلال وقتكم الآن وجودكم في الجامعة من أجمل سنوات عمركم أنكم تستغلوا هذا الوقت لبناء شخصيتكم وبناء علمكم وبناء مستقبلكم اليوم هو اليوم اللي أنت فعلاً قاعدت تبني فيه المستقبلك اللي راح حد يدركات بعد خمسة وعشر سنوات هو اليوم فاستغليك بأكبر فرصة ممكنة من خلال طبعاً الدراسة والاستلهام العلم واستفادة من الجامعة جامعة الملك سعود بن عبداليزم الصحية واستفادة من زملائك ومن أسادتك بحيث أنك تستغلي هذه الظروف الموجودة كاملة في نفس الوقت نحن عندنا شيء مميز جداً في الجامعة وجود المستشفى وجود مركز الأبحاث هذه فرص عظيمة وجود مستشفى بهذا الحجم وجود مركز الأبحاث بهذا الحجم وبالتأكيد وجود الجامعة بهذا الحجم المفروض يكون هي عبارة عن فرص لكم تستغلوها ولا عندكم أهمية أكبر من هذه الأهمية المفروض تكون استغلال هذه السنوات أنكم تبنوا فيها شخصيتكم ومهاراتكم لتكونوا أفضل ومؤهلين بشكل أفضل في السوق العامل وللمستقبل أيضاً هذا من ناحية أساسية من ناحية الثانية سيكون عندكم قدامكم وقت طويل أيضاً لأنكم تبنوا مهارات خارج سموها لا صفية أكثر كوريكلام هذه المهارات الجامعة توفر لكم خلال نادر طلاب خلال نادر طلاب إحسنتي وخلال وقت فراغ لكم خلال علاقاتك مع زميلاتك خلال علاقاتك مع أسادتك خلال علاقاتك مع أسادتك مع الاستشارية والاستشاريات الموجودة في المستشفى هذا راح يعزز فيك جوانب كثير والآن مشاركتك شكراً على هذا اللقاء في هذا اللقاء هو واحد من أهم النشاطات اللي أنت راح تضفلك وهذا المهار إن شاء الله راح تعززيه في المستقبل فالنصيحتي لكم أن استغلوا فقط وجودكم في الجامعة أنكم تقضوا وقت فراغكم في زيادة مهاراتكم اللاصفية أعطيك العافي دكتور خيتاماً أحاول نشكرك شكراً لكم أعطيتنا هذا الحوار المصري وكان جداً شاياً شكراً لكم أكاداً سعدنا وشرفنا وشكراً على هذا اللقاء شكراً على حوارك ما شاء الله قدت الحوار بشكل جميل جداً وستعدنا وشرفنا وجود بينكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم